عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول الدراما المصرية وصناعة المحتوى وذلك ضمن نقشات الحوار الوطني وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت مرنة الرقابة من جانب المصنفات وزيادة الفرص التنافسية في الانتاج والأعمال الدرامية وإيضا اهتمام بصناعة الأفلام الروائية القصيرة والوطائقية ووضع استراتيجية وطنية للدراما ضمن استراتيجية مصر 2030 وإتحت فرص تصوير الأعمال الأجنبية بمواقع التصوير المصرية مما يساهم في زيادة النقد الأجنبي الوارد لمصر الحوار الوطني القائم دلوقتي في البلد بشكل عام عدمان عدد من لقاءات مغالات مختلفة وطبعا الفن هو على رأسهم ويمكن دي تقريبا دي يمكن أواخر لقاءات الحوار الوطني وبداية اللقاءات بالنقابات والمهن الخاصة أنا بشوف أنه الفن محتاج محفزات مش هنقول دعم هنقول محفزات علشان نقدر نستعيد دورنا الدول بتقوم على يكائز جزء منها القوى الصلبة للدولة ويكائز القوى الصلبة وجزء منها هو القوى النعمة اللي جزء بيه بيمثله الفنانين والفن ورسائل الفنية اللي بتوصل للجماهير في البيوت وعلى كل الشاشات سواء كانت داخل مصر أو خارج المصر في كل البلاد العربية النهاردة جلسة من جلسات الحوار الوطني الجلسات دي بشكل رئيسي احنا خدنا كتنسيات شباب الأحزاب والسياسيين منهج أن هي تكون بدون خطوط حمراء ونخش في أي ملف مهما كانت تعقيداته علشان نوصل لحلول بنا وبين المعنيين بهذا الملف الحلول دي نقدر نستغلها سواء كانت في مجلس النواب أو كانت في مجلس الشيوخ وأخرى نرفعها لإدارة الحوار الوطني اللي دعا ليه سيدة إيس الجمهورية